موسيقى أولاً هو تم التنصيب هذه اللجنة الوطنية الويقية يوم مكفحة السرطان يوم 4 فبراير 2024 وهو ثاني يوم يصادف لليوم العالمي لمكفحة السرطان هذه النقطة إيجابية لأنه في نفس اليوم اللي صادف اليوم العالمي مكفحة السرطان فيما يخص اللجنة الوطنية مكفحة السرطان هي هناك أهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتتكز على عدد محاور من بين هذه المحاور كما قلت هي تحسين أول شيء هو تحسين مسار المريض لأن المريض راهو يعاني لأن فيه بعض النقائس يعني في جميع المجالات في قضية التشخيص في قضية الكشف المبكر في قضية حتى مواعيد تعل المريض في هذه النقائس اللي هي أولى الأولويات هي تحسين مسار المريض موسيقى هذا هو قرار اللي كانت تخذ في اليوم التنصيب تخذ رئيس الجمهورية هو أنه طلب من الوزارة العمل عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي للتكفل بهذه الفئة بصفة عامة والفئة الخاصة هو عدمي الدخل للمرضى اللي ما همش مأمنين واللي راهم يعانوا الأمرين يعني الأمر الأولى عنده المرض والأمر الثاني هو أنه عدمي الدخل وفيه بعض الأدوية اللي سارتها باهظ ومساكين هذو المرضى ما ينجموش يتكفلوا بهذه البشيرة هذه الأدوية على هذهك مباشرة بعد هذا القرار قمنا بعدة اللقاءات مع وزارة العمل آخرها هو أول أمس واليوم الثاني نقوم بلقاء آخر لوضع آخر روتوشات لبداية هذه العملية يبدأ من الأسبوع القادم الأسبوع القادم إن شاء الله أي مريض يكون عادي من الدخل ويكون غير مؤمن يأخذ الطبيب التاعه يعني الانكولوج أو الراديوترابوت أو الطبيب اللي تبعوه يعطي له الرسالة اللي هي السرتفكة ميديكال وكذلك مع رابور ميديكال اللي يقول وش المرض اللي عنده يروح مباشرة للسندوق الضمان الاجتماعي خلال أيام يعملونه بطاقة ويكون المؤمن اجتماعيا وتكون الأدوية التاعه على عاطق الدولة أكيد يعني هو مهوش فيه عدة يعني لنحظوا الدياغنوستيك فيه مشكلة لنعبات المواعيد ثان تعلق الاليكوندروندي ثان متأخرين لنحظوا الراديولوجي ثان فيه إشكال نحظوا الريماتولوجي ثان فيه إشكال باش المريض يسيب سرير استشفائي نحظوا على الميتسينيكليير ثان فيه إشكال الاردوتيرابي فيه إشكال ولهذا وضعت هذه اللجنة لوضع استراتيجية وطنية للتكفل أحسن بالمرضى لزاكسليراتور الموجودين الآن في الجزائر في القطاع العام 39 في القطاع الخاص 14 لمجموعة تحى 53 لكن إذا نتحطوا على الآن على المعايير اللي وضعتها للوكالة الوطنية يعني للطاقة الضرية لجوزة انترنسونال دون الانيرجياتوميك هي أنهم مفروض يكون مسرعين خطيين يعني دوزاكسليراتور لكل مليون نسمة فيه جهد يقام الآن من بينها الست مراكز أو الست مراكز اللي رحي في طور الإنجاز اللغواط الجلفة المدية بجاية وهران والتيارة اللي إن شاء الله وهذا من بين المطالب تسريع في في وطيرة إنجاز هذه المراكز ووضحها تحت حي زر خدمة باش تعطي وتخفف على المرضى وكذلك الآن حتى الكونسابت هذا تعليسونة الأونتي كونسابت حتى على مستوى العالمين نقص دقمناش نديرو هذه المراكز كبيرة والسونة الأونتي كونسابت بالعاكد هي إنشاء مصالح للراديو تيرابي في بعض المستشفيات التي تخففها على المرضى استفادة من المؤسسة العسكرية يعني حتى المؤسسة العسكرية يعني عندها المرضى التحاء يعني 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 يتكفلوا بالمرضى التحم لأن حتى مصالح المؤسسة العسكرية تكفي إلا المؤممين التحم لأن فيه أربعة أو خمس مصالح فقط في الجزائر قسنطينا ووهران فقط الكيفية ممكن الاستفادة أو التعاون معهم في بعض الإختصاصات الأخرى مشي في الراديو تيرابي لأن حتى هما في الراديو تيرابي عندهم قد باشي تكفلوا بالمرضى التحم لما قدمنا العرض للسيد الرئيس الجمهورية تحدثنا على هذا الموضوع أنه فيه نقص خاصة في مجال التشخيص خاصة في مجال الطب الراديولوجي يعني الأشعة أطباء الأشعة فيه نقص في المستشفيات وهذا يهلك عاتق المرضى ولهذا اقترح علينا السيد الرئيس الجمهورية بالتعاون الآن مع كذلك مع الصحة العسكرية لإيجاد إمكانيات كيفية يتم التكفل بهذه الفئة أو في قضية التكوين لأنه فيه التكوين ما نقولوش بلي ما كاش تكوين تحدي الأطباء فيه مجموعة سنوية تكون لكن غير كافية هذا من الجانب والجانب الثاني أنه يكملوا الخدمة التحمل المدنية للسرفيس سيفيل يروحوا على على القطع الخاص ولهذا في معظم المستشفيات فيه مصالح تعالى راديولوجي لكن الأطباء قليل والتكفل بالمرضى قليل ولهذا سوف يتم اكتراح بعض الحلول اللي ممكن تسهل من عمل هذه المصالح وليتخفها المرضى السرطان الثدي هو السرطان الأول بالنسبة للمرأة في الجزائر يعني حوالي 15 ألف حالة جديدة في الجزائر إذن تحدثوا على المشكل كما قلت سابقا هو الآن المشكلة تعدى بيستاج في الجزائر تعدى القنصات الجساء اللي لمكاش استراتيجية وطنية لكيفية الكشف المبكر من سرطان الثدي هذا الأول الشيء الثاني هو قضية الديبيستاج وكذلك الدياغنوستيك بريكوس إذن تحدثوا على الدياغنوستيك بريكوس يكون في حالة الأولى والثانية على مستوى العالم نسبة الشفاء الآن السرطان الثدي الآن ره محتبر كسرطان كمرض مزمن يمكن الشفاء منه يعني نسبة الشفاء بعض المرات تفوت حوالي أكثر من 95% إلى 99% في الجزائر 75% إلى 77% هذا راجح كما قلت سابقا هو إلى قضية الكشف المبكر وقضية الدواء اللي لازم يديه المريض في الوقت التعود أول هذا هو الإرادة السياسية كي موجودة الآن الإرادة السياسية وموضوع هذه اللجنة تحت السلطة الرئيس الجمهورية هذا بديرة خير على أنه أن السرطان تكفل تعومه مشكلة وزارة الصحة فقط هو مشكل ملتي سيكتوريال يعني متحدد فيه حتى وزارة تربية داخلة في التكفل بوزارة الصحة وذلك عن طريق التربية الصحية وزارة الشباب عندها دور وزارة التضامن عندها دور وزارة التجارة عندها دور وزارة العامل عندها دور كبير وزارة التعليم العالي عندها دور وزارة الفلاحة عندها دور كل هذه القطاعات عندها وحتى في المرسوم الرئاسي أنه كل هذه القطاعات المعنية عندها طور في كيفية التكفل بمرضى السرطان هو أنا الميساج الذي أحب أن نقوله هو أنه السرطان هو الآن أصبح كمرض مزمن يمكن شفاء منه هو المرض المزمن الواحد الذي يمكن شفاء منه والآمل إن شاء الله يكون لأن حتى الآن مؤخرا مع الوزارة العمل فيه عمل فيه لجنة الآن عملت مع المختلطة ما بين لجنة ووزارة العمل لكيفية إيجاد حلول لإعطاء المريض التاني لأنه يستهل أكثر ولتخفيف من المرضى من معانته